السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصفة السالس تجاري شعبة شؤون القانونية معكم أستاذ محمد عرفات ان شاء الله هنستكمل النهاردة شرح مادة قانون العقوبات للصفة السالس تجاري ان شاء الله هنتكلم النهاردة في موضوع حلقتنا عن جريمة النصب وجريمة خيانة الامانة في الحلقات السابقة اتكلمنا عن جريمة السرقة وعرفنا ان السرقة كانت اختلاص مال منقول مملوك للغير طبعا انا بختلص ابنية ان انا اتملك هذا المال مال منقول مملوك للغير ده في جريمة السرقة قلنا ان في جريمة السرقة لازم ان يكون الشيء اللي انا هخترسه اللي انا هاخده مال ومنقول وملوك للغير بس خلي بالك انا باخد منك الحاجة في سرقة غصبا عنك بدون ارطب النهاردة بقى يكلمك عن جريمة النصب لا في النصب بقى انا مش اخد الحاجة غصبا عنك امال الا هيحصل انا هستعمل وسائل بتسمى وسائل تدليس هدلس عليك هضحك عليك بالطريقة وانت هتسلمني الحاجة بإرادتك بس انت مسلمها لي بإرادتك نتيجة التدليس اللي حصل عليك يعني انا وهمتك بشيء وانت توهمت بالفعل وتم الاحتيال عليك فانت قمت جاي دافع الفلوس يعني مثلا المثال بتاعنا هوك طبعا فيه امثلة كتير جدا لجريمة النصب بس هديك مثال انا مثلا نازل من عربية فخمة لابس بلطه ابيض طالع جيت عندي مثلا شقة وعملت عليها كلمة مثلا ايه ان هي اكناها عيادة وكذبت عليها الدكتور كذا وجبت اتنين ممرضين مثلا معايا لابسين برضو الطقم الابيض والسرير اللي هو بتاع الكشف ومثلا مكتب للدكتور وهكذا انا لا دكتور ولا ليه علاقة اصلا بالطب ولا كمان اللي معايا دول ممرضين ولكن احنا وهمنك بالمظاهر الخارجية اللي انت شفتها دي كلها ان انا بالفعل دكتور وغير الكلام والكتب اللي انا هعدى اقوله والممرضين معايا هيشتركوا فيه فانت اقتنعت بالفعل اللي انا دكتور وندير ممرضين فدفعت فلوس الكشف او دفعت فلوس العملية كده احنا عملنا ايه استعملنا وسائل تدليس عشان احملك ان انت تديني فلوس زي برضو بتحصل كتير اعد اوهمك ان انا مثلا هشغلك في مكان هعينك في مكان او ان انا حاجة يعني كبيرة فهات فلوس عشان اعين اولادك او هات فلوس عشان اعينك انت شخصيا انا حاجة كبيرة في الدولة وعدت وهمك ان انا بعين ده وبعين ده بس هات فلوس وحلصها لك او انا مثلا اعمل اقولك انا عندي شركة الشركة دي لو حطيت فيها مثلا عشر تلاف جنيه في خلال سنة هتستلمهم مئة الف بتكسب جامد انا ما كانش حلت حاجة في خلال مثلا سنة شغلت فلوسي في الشركة دي بص بقت عند عربية وشقة وارد وعدت اقناعك وجيبت ناس تاني يعيدوا الكلام بتاعي فانت اتوهمت بالكلام فدفعت الفلوس برضو سعب بتحصل في حالة من الحالات اقناعك مثلا انا بائع فاقناعك مثلا ان الساعة اللي في ايدي دي دهب المكنة بتاعتها دهب مجرد ما تاخد الساعة دي وهتبحها هتكسب فيها مبلغ كبير قوي انت برضو ما اقتنعتش دخل واحد من بره هو تبعي بس انت ما تعرفش فبيقول لي عندك ساعات من كذا كذا قلت له ايه قالت الساعة دي جميلة انا خدتها منك وبيعتها وكسب طبعا انت بدأت تتوهم بالكلام اللي ايه اللي بيقوله الشخص اللي جاي من بره انت ما تعرفش ان هو تابعي فانت اقتنعت ان هي فعلا دهب فقلت لي انا اللي هشتريها وفي الاخر اشتريتها ودفعت الفلوس وفي الاخر طلعت ايه مش دهب كده انا عملت ايه استخدمت وسائل تدليس معينة لشان خاطر اخليك تديني الفلوس انت هنا في النصب انت اللي ديتني الفلوس بنفسك صح انا مختلش منك غصبا عنك انت لتهاني بنفسك بس تتهاني بنفسك نتيجة ايه الوسائل التدليس اللي انا عملتها عليك النصب اللي انا عملته عليك انما في السرقة انا خدت منك الحاجة غصبا عنك بدون ارادتك انما في النصب انا دلست عليك وتحكت عليك بكلام معين واقنعتك بالكلام فانت سلمتلي الحاجة نتيجة الكلام اللي انا ايه قلته يبقى جريمة النصب عبارة عن ايه هي استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس لحمل المجن عليه على تسليمه مالا منقولا مملوكا لو او للغير يبقى الجاني بيستخدم وسائل تدليس معينة عشان اخلي شخص المجن عليه يسلمني المال بتاعه بنفسه اللي بقى برضه هو بيسلمني المال بتاعه مش بتاعي يعني المال مش ملك ده ملك الايه الغير دي كده جريمة النصب طبعا بتحصل كتير واكيد انتو شفتوها او يعني عشتوها في الحياة بتاعتنا كتير ساعة بتحصل جريمة النصب دي من اشخاص كتير طيب هنا بقى اركان الجريمة في جريمة السرقة قلنا ان الاركام بتاعتنا كانت 3 اركان كان ركن مدي وركن معنوي ومحل الجريمة اما في جريمة النصب انا هكلمك عن ركنين ركن مدي وركن ايه معنوي الركن المدي اللي هو الفعل اللي انا عملته الفعل بتاعي او الركن المادي زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في جرائم القد اللي هو فيها ثلاث حاجات فيها النشاط الاجرامي او السلوك الاجرامي اللي انا عملته وفيها النتيجة الاجرامية وفيها علاقة السببية يعني ايه؟ يعني النشاط الاجرامي اللي هو التدليس اللي انا عملته عليك وعد توهمك بكلام مش حقيقي والنصب اللي انا عمله عمله النتيجة الاجرامية اللي انت هتديني الفلوس اللي مش من حقيقة اصلا انا اخدها علاقة السببية السبب اللي خلاك تديني الفلوس الوهم اللي انا وهمته لك او التدليس اللي انا عملته معاك يعني لو انا ما كنتش عملت التدليس ده ما كنتش انت ايه هتاخد هتديني الفلوس زي ما اصبح لو ما دخلش واحد يقيد الكلام بتاعه ويقول ان الساعة دي فعلا دهب ويقول لنا انا عايزة عشان اخدها منك وابحها الواحد واكسب منها مبلغ كبير انت ما كنتش هتقتنع اصلا بالكلام اللي انا بقوله غير لما داخل واحد من بره اللي هو تابعي وايد كلامي صح انت مثلا ما كنتش هدفع فلوس العملية او فلوس الكشف الا لما انا اقنعتك اللي انا بالفعل دكتور وفي ممرضة كل شيء تخش تقول لي يا دكتور المستشفى اتصل بك يا دكتور دكتور كذا كلمك يا دكتور حدده العملية كذا فانت قاعد نتيجة المنظر اللي انت شفته البلطة الابيض والعربية الفخمة والممرضين رايحين والناس قاعدين بيكشفوا طبعا ولا فيه ناس بتكشف ولا حاجة ده كلهم تابعي تمام و wollichna ميتفئين مع بعض يعني مجموعة ايه بينصبوا كلهم مع بعض تمام ومنتيفئين مع بعض فانت نتيجة اللي احنا عملناه اتوهمت فدفعت ايه الفلوس يبدا دوت علاقة السببية لازم ان يكون السبب اللي خلاتك ان تدفع الفلوس ايه الوهم او التدليس اللي انا عملته ايه عليك طبعا الركون المعنوي انا عارف ان انا بحتال وعارف ان انا بنصب عليك ومع ذلك ايه بنصب بنصب عليك يعني عارف ان انا بعمله غلط وعارف انه هو جريبة نص ومع ذلك برضو ايه بعمله وباستخدم وسائل التدليس عشان اخد منك الفلوس طيب عناصر الركن المادي عناصر الركن المادي قلت لك كم عنصر كده تلاتة هنقولهم بقى تاني واحد السلوك الاجرامي اللي هو ايه يتمثل في استعمال وسيلة من وسائل التدليس او الاحتيال التي نص علي القانون على سبيل ايه الحص وهنعرف كمان شوية وسائل التدليس اللي ممكن نستخدمها زي ايه اتنين النتيجة لتترتب على هذا السلوك النتيجة اللي هتترتب اللي هو الاستيلاء على مال الغير ان انت هتدفع لي الفلوس تلاتة الوقس السببية قالك لتتربط بين السلوك الاجرامي والنتيجة قالت لك ان السبب اللي خلقك تديني الفلوس التدليس اللي انا عملته ايه عليك يعني من غير التدليس اللي انا عملته عليك ما كنتش هديني لايه الفلوس طيب طرق او وسائل السلوك الاجرامي لجريمة الناصر عندي تلات طرق مهمين جدا 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 اسمها ترق أو وسائل التدليس في جريمة النص ايه بقى الترق اللي انا ممكن استغلقها واحد استعمال ترق احتيالية واعرفها كمان شوية زي ايه الترق اللي احتيالية اتنين التصرف في مال غير مملوك للجانب وليس لا حق التصرف فيها او انا لما اخد منك فلوس نتيجة الاحتيال اللي انا عملته هل من حق ايه؟ لا ده ما فيش اي مقابل يعني انا اخد منك فلوس من غير مقابل اه ممكن اديك حاجة بس هاخد منك فلوس كيمتها اعلى بكبير من الحاجة اللي انا هدها لك لان الحاجة اللي انا هدها لك كيمتها قليلة جدا اه انا وهمتك ان كيمتها عالية قوي وانت لما اشتريتها تلعب كيمتها ايه؟ قليلة يعني وهمتك ان هي دهب ان الساعة دهب والساعة تلعت في الاخر مش دهب فانت دفعت الفلوس الكتير دي على اساس ان الساعة دهب وفي الاخر تلعت مش دهب يبا القيمة بتاعتها تلعت اكبر من اصلا الساعة زي تنفسها من كيمة سعزة نفسها أو المبلغ اللي انت دفع تطلع أكبر من كيمة السعزة نفسها. تلاتة اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. زي ما أديتك المثال في الأول. أنا مش دكتور بس قلت لك أن أنا دكتور. أنا صفتي أنا وهمت. أنا مثلا مدرس صفتي وهمتك أن أنا دكتور بالبلط الأبيض اللي أنا لابسه من مرادين اللي معايا. فهنا استخدمت الكتب. يبقى كده تلات وسائل اسمهم أو تلات ترق اسمهم. ترق السلوك الإجرامي. يبقى واحد استعمال ترق احتيالية. اتنين التصرف في مال غير مملوك للجاني. تلاتة اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير ايه صحيحة. طب تعال بقى نعرف ايه الترق الاحتيالية يعني تعريفها الأول. ايه هي الترق الاحتيالية اللي هي كل كذب كده هكذبه تدعمه مظاهر خارجية. يكون من شنيء اهام المجن عليه بأمر من الأمور التي حدرها القانون. زي انا بقولك ان انا دكتور. ادي كتب بس برضو انت مكتنعتش. فدخلت حصلت مظاهر خارجية اقنعتك ان انا بالفعل اقنعتك بالكتب اللي انا بقوله. زي ايه? قلت لك نازل من العربية فخ. لابس بلطة ابيض. معايا اتنين ممردين. عملت عيادة وكتبت يافطة كده ان انا دكتور كذا. صح? وجبت ناسك انهم ايه جايين يكشفوا. صح? وهمناك ان انا دكتور وانا في الاخر مش دكتور. يبقى هنا اسمها ترك احتيالية. كدب? الكدب بتاعي بيدعمه مظاهر خارجية. يعني مش بكدب بس ده انا بكدب. وفي مظاهر خارجية بيتأكد كدبي. عشان تبقى مقتنع. طيب يبقى دي اسمها ترك احتيالية. تعال بقى الشروط الواجب توفرها للقول بوجود وسائل احتيالية. انا عشان اقول ان فيه وسائل احتيالية انا استخدمتها. واقول ان كده الجريمة حصلت. هناك شروط واجب توفرها عشان اقول ان الوسائل دي موجودة. واحد الكذب. ودي حاجة مهمة. لازم ان طبعا عشان اقول جريمة نصب بلازم ان يكون فيها كدب. اتنين المظاهر الخارجية. المظاهر الخارجية اللي هي الحاجات اللي انا استخدمتها الوهم اللي انا وهمتك بيه الاقناع اللي انا عملته عليك زي ما ارتلك برضو بانزل من عربية الفاخمة بلبس البلط القبيع ما دي مظاهر خارجية ممكن انت خليك ما تشكش للحظة اللي انا مش دكتور. تلاتة الغاية من الطرق الايه? الاحتيالية. وطبعا بيبقى هناك غاية من الطريق الاحتيالي. يعني اكيد غاية تقول لها او الهدف بتاعي في النهاية ان انا هتحصل منك على ايه? على الاموال. اخد منك فلوس. مش من حق ان انا ايه? اخدها. طب الكذب. يعني اصلا كلمة الكذب. طبعا هنشرحها نقطة نقطة. الكذب. ايه هو الكذب? هو جوهر جريمة النصب. خلي بالك ممكن ايجابي لك في الانتحال يقول لك جوهر جريمة النصب هو مين? الكذب. الكذب هو جوهر جريمة النصب. ما هو? النصب اصلا كله ايه على كذب. صح كده? هو الادلاء بوقعة كذبة في صورة وكاعة صحيحة. يستوف الكذب ان يكون شافة او بالكتابة او بالاشهارة. طبعا هنا ممكن يكون شافة انا دكتور بقول لك كده بالبق. او مثلا كتابة لو جبت مثلا على يفطأ ومكتوب. عياد الدكتور كذا دكتور مسلا في تخصص كذا. وانا مش دكتور ولا اي حاجة بس مكتوب قدامك. فانا جربت عليك بالطريقة سواء كلام مكتوب او ايه او شافة. يبقى خلي بالك برضو الجريمة جوهرها فعلا بالاصل ايم على ايه? على الكذب. يعني جوهر النصب لو رجيت ركزت فيه كله انا مسلا باوهمك ان انا دكتور انا مسلا باوهمك ان دي ساعة دهب وهي مش دهب. يعني الموضوع كله كده ايم على ايه? كده. عشان ده كده بنقول عليه جوهر الجريمة. طيب. صور المزاهر الخارجية زي ايه مثلا المزاهر الخارجية? صوره زي ايه? واحد تدخل شخصا اخر لتأييد مزاعم الجاني القيام باعمال مادية الاستعانة بظروف قائمة. تعاني عدافة واحدة احد. تدخل شخصا اخر لتأييد مزاعم الجاني زي ايه? زي ما قلت لك مثلا انا بقنعك ان هي الساعة دهب وانت مش مقتنع اوي دخل واحد من بره هو تابعي بس انت ما تعرفش. ودخل بقى بالطريقة ايه ده انت لسه عندك الساعات دي? الساعات دي جميلة جدا. انا اخدتها منك وكسبت فيها دي كده. ده طلع الدهب انا واخدها منك ببلغ قليل ورحت بعتها لواحد مسلا سايغ وخدت فاهم مبلغ كبير وانا عايزها لشخص اللي داخل من بره انا عايزها بعد اذنك فقلت لك معلش ده هي واحدة بس اللي معايا فانت بقى وانت واحد قدامي ايه اكتناعت قلت لي بعد اذنك انا اللي جاي الاول فانا اللي اخد الساعة طبعا انت الا اقنعك ان انت تقول لي كده الشخص اللي جي من بره اللي ايد الكلام بتاعي صح انت ما تعرفش ان هو تابعي هو داخل ايد الكلام بتاعي فانت اتوهمت بالكلام وحصل عليك تدليس فانت اشتريت الساعة ودفعت قيمة اكبر من القيمة الحقيقية بتاعت اتنين القيمة باعمال مادية زي ما قلت لك مزلت من عربية فاخمة لابس بلطه ابيض ما دي اعمال مادية وهمتك صح كده يعني اول شفت اه لأ فعلا ما سألت لك ايه انا رجل اعمال عندي شركات كزا وبشغل فلوس هات فلوسك وشغلها لك وهتبقى في خلال سنة العشر تلاف تكسب تاخد عليهم مثلا نسبة ميت الف وهمتك بقى ووريتك بقى اللي عندي فانت فعلا اتوهمت وشفت اللي انا فيه وشفت انت قول ايه استهالة ده ينصب علينا ده بص هيبه ده بص عنده ده بص عنده قد ايه ده بص العربيات ده بص الاماكن اللي قاعد فيها فانت توهمت باللي انا عامله بالاعمال المادية اللي انت شفتها قدامك دي اتوهمت فتفعت الفلوس التالتة بقى استعانة بظروف قائمة دي مثالها جميل جدا اللي هو ايه هنفترض ان فيه جامعية خيرية او دار ايتام دار الايتام دول قالك نعمل حفلة للايتام اللي موجودين عندنا نفرحه وهندعو برضو الجمهور انه ويحضر وهنجيب مثلا مغني مشهور ليهم وندعو الجمهور انه ويجي يحضر ويشارك ايه الفرحة مع الايتام الحفلة تعملته جوه في القاعة وفيه مدخل لدخول باب الحفلة يعني ما تخلي دخول الحفلة كله مشغول اللي هو الاعضاء بتوع الجامعية والكلام ده كله كله مشغول جوه بالحفلة وانت خليت الناس داخلة وجمهور داخل وخارج ومتجاب مثلا صندوق كده ووقفت تبرعه لدار الايتام او تبرعه للحفلة طبعا لا بتوع دار الايتام كانوا طالبين تبرعات ولا ليهم علاقة خالص بالصندوق دوت ولا اصلا هم منتبهين لللي بيحصل براه هم مشغولين بالحفلة وانت استغليت ظروف قائمة وهمت الناس الناس كلها طبعا كل لداخل فاكرين ان انت تبع الجامعية فكل عمال يتبرع على اساس ان ايه يقولك مثلا شكرا انت بتعملوا مع الايتام وانت اصلا لا تبعهم ولا ليك علاقة بيهم ولا الكرام ده كله ده انت استغلين ظروف قائمة وبدأت ايه تاخد تبرعات او تلم ايه تبرعات يبقى هنا دي من صور المظاهر الحارجية اللي انت ممكن تستخدمها في جريمة النظم طيب غاية الطرق اللي احتيالية ايه الغاية بقى الغاية عندي هنكلم عن ست حاجات مهمين جدا واحد الايهام بوجود الايهام بموجود مشروع كازم كالايهام بوجود شركة او نقابة او جمعية او محل تجاري ما تقلقش هات فلوسك بس انا اشغلالك في الشركة بتاعتي في المحل بتاعي ده انت في خلال سنة بص هتبع معي انت هتبع 50% 50% في المحل دوت فانت دفعت الفلوس بقلب واصلا انا لا عندي محل ولا عندي شركة ولا الكلام ده كله انا وهمتك ممكن مثلا وهمتك ان اشورتلك على اي محل ولا مش هو مش تابعي بس ايه بقى ايه ده تتعامل مثلا مع العمال الموجودين جوه اكني واخد عليهم او واخد عليهم بالفعل وبتعامل معهم اكني محل وهو مش محل هو وهمتك بقى ان دوت مكاني والكلام ده كله فهمتت وهمت فدفعت الفلوس ودي وقعة مزورة مش حقيقي اتنين الايهام بوجود وقعة مزورة يبقى واحد موجود مشروع كذب اتنين الايهام بوجود وقعة مزورة كأن يوهم الجاني المجني عليه بقى من لديه القدر على تعيينه في احدى الوظائف انا حاجة تقيلة في البلد هات بس فلوس وانا اعينك انت مش شايف ان انا عمال اتعامل مع ده ومع ده ومع ده هات فلوس وانا هعينك او عين لك اولادك هات بس فلوس عشان اخلص لك المصلحة دي طبعا انت شايفني بقى ده بيقول لي يا فندم وده بيقول لي مش عارف يا ايه ماردو انا مستخدم وسائل تدليس حواليك فانت اقتنعت فيها اللي انا اليهيب وانا انا اقدر اشغل الناس والكلام ده كله فدفعت فلوس على تفسي ان انا اشغلك وفي الاخر ده مش حقيقي يبقى انا اصبت عليك التالتة احداث الامل بحصول ربح وهمي اي حمل المجنع عليه على الاعتقاد بان سمت فائدة كبيرة ستعود عليه من تصديق مزعم الجاني صدقني بس انت هات الفلوس وانا اشغالها لك هتاخد ايه ربح في نهاية السنة ده انت هتاخد ربح شهري مش هتاخد ربح كمان سنوي ده انت بس اضط فلوسك النهاردة اخر الشهر هتاخد عليها فايدة ادفع بس النهاردة ميت الف وفي اخر الشهر هتديك عليها مثلا الفين جنيه تلت تلاف جنيه وانا اعمالك نقعد بالكلام ده كله واجب ناس تأييد الكلام وانت اقتنعت وتدفع لي فلوس وفي الاخر ايه انا اخدها واهرب يبا انا كده ارتكبت وهمتك بحاجة مش حقيقة اربعة احداث الامل بتزديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال كان يحلق الجاني لده المجنع عليه السقة في انه سيرد له المال الذي سلمه له انت مش متطمن ازاي بس مش متطمن احنا هنكتب ورقة بيني وبينك ان انت فلوسك هترجع لك ايه دي الورقة طبعا هي ورقة غير معترفة ديها قانونية ان هي ورقة مكتوبة باي خط وخلاص وانت لا عارف هو مين دوت ولا اسمه ايه ولا عارف اي حاجة وكتبتلك ورقة وديتها لك الورقة ملاش لازم اثبت ان انا كاتبها لك اثبت ان اصلا انا اللي اعملها اثبت ان هي بتاعتي صح فانا كاتب ورقة عادية انا وهمتك ان انا هسددلك الفلوس هرجع لك وكتبت ورقة ورقة غير صحيحة وديتها لك يبقى كده برضو استخدمت طرق من طرق التدليس عشان الخاطر انصو عليك واخد منك الفلوس خمسة الايهام بوجود سند دين غير صحيح يكون ذلك غالبا بتقديم سند مزور يثبت مديونية المجن ايه علي بص احنا هنعمل عقد بيني وبينك ان انت كده اصبحت شريك معنا في الشركة وانت لك نصيب معنا في الشركة وعملنا عقد بالفعل وديتها لك بس عقد غير معترف بي مالوش لازمة يبا انا وهمتك عشان اخد منك فلوسية اصلا لا في شركة ولا لها موقع ولا لها سجل تجاري ولا متسجلة في اي مكان ولا لها موقع رسمي او رئيسي ولا لها فرع يعني فروع ولا الكلام ده كله بس انا وهمتك ان هي شركة كبيرة لها موقع معروف ولها فروع في اماكن اخرى وعد تقنعك بكلام هو مش حقيقي اصلا اخر واحدة الايهام بوجود سند مخالصة مزور كاهام الجاني للمجن عليه بانه قد حرر له سند مخالصة بالدين فيقوم الاخير بسداد مبلغ الدين له ثم يتبايل له ان سند المخالصة يحمل توقيع شخصه الاخر غير الدائم بص زي ايه بقى المثال ده مثلا انت عندكم نفترض حاليا الطلبة بتاعت سنة تالتة في موضوع الاستمارات بتعملوها لما بتيجي تعمل الاستمارة مفروض بتدفع مبلغ من الاموال في كذا مكان مبلغ اللي هو بتاع المصاريف الاستمارة فانا جيت مثلا نفترض قلتلك بس ما تدفعش انت الفلوس ولا تقف بقى الطابير ولا تجهز ورق انا خلصتك كل حاجة وانا اللي دفعت لك كل حاجة ودي الورقة اللي تثبت ان انا دفعت لك كل حاجة خلاص ابهد بقى ليه الفلوس وانا خلصتك بقى من المشاوير رايح هنا ورايح هنا وبتطلع ورقة من هنا وبتقف في طابير عشان تخلص ورقة لا 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 ما تعملش ده كله انا خلصت لك ده كله وبهد لانت الفلوس امتا ديتني الفلوس من هنا وانا كنت وردتك ورقة هي ورقة اصلا معلاش اسمك ده عليا اسمي حد تاني خالص بس طبعا انت فيه ثقة او واثق فيها او نتيجة ان انا اعمل داريها وانت مش قادرت تقرأ واقتنعت بكلامي فسدقت وفي الاخر اتاري الاسم المكتوب مش اسمك انت ده بتاع شخص تاني وانا وهمتك ان انا دفعت الفلوس وانت ديتني بالفعل الفلوس بعد فتر خدت انا الفلوس جيت انت تخش الامتحان قالك ملكش الامتحان ليه عشان ما عملش الاستمارة ازاي ده انا دفع الفلوس طبع ان انت ايه اتضحك عليك او اتنصب عليك وانت اصلا ما كنتش دفعت ايه الفلوس او الشخص اللي قالك انه هو دفع الفلوس ما كانش دفع ايه الفلوس دي كده ديه الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها في جريمة ايه النص تعال ابقى التانية التصرف في مال ليس ملكا للجاني ولا له حق تصرف فيه هو انا لو اخد منك الفلوس هل من حق اتصرف فيها لا هو مالي مالي لا لمالي ولا ليه الحق ان انا اتصرف فيه ولا استخدمه ده انا نصبت عليك واحتلت عليك ودلست عليك عشان ااخد فلوس مش من حقي صح بس هنا قالك يتطلب المشرع لتحقيق هذه الوسيلة اللي هو تصرف في مال ليس ملكا للجاني ولا له حق تصرف فيه قالك يتطلب شرطيا اولا تصرف في عقار او منقول ممكن نتصرف في عقار او منقول اثنين ان يكون المال غير مملوك للجاني وليس له حق تصرف ايه فيه كلمة تصرف فيما معناه يعني أصلا لك هو كل عمل قانوني يترتب عليها نقل ملكية المال سواء كان ذلك بالبيع أو بالمقايدة أو بالهباء تصرف يعني بتصرف في الحاجة من تحت إيدي لتحديد حد تاني يعني حصل بيع حصل مقايدة حصل هباء المهم من اللي أنا كلمة تصرف فيما معناه أنا بتصرف في الشيء اللي عندي يعني تليفوني بيعتو ادتو لحد هباء عملتو مقايدة بيني وبين شخص آخر البرضو من الترك الأخرى اللي هو اتخاذ اسمه كاذب أو صفة غير صحيحة الاسم الكاذب يعني أنا هنسب لنفسي غير اسم الحقيقي بس أنا عرفت أنه فيه دكتور مشهور بس الناس مش عارفه شكليا يعني فيه بعض الناس الناس مثلا عندهم كده ما قدرش يعرف شكل الدكتور بس هو سمع عنه فهو شايف أنه هو تعبان والناس كلها بتشكر في الدكتور دوت فقال لك خلاص أنا راح أكشف عنده أنا بقى عملت نفسه أكين أنا الدكتور ده وهم ما يعرفونيش شكليا هم عارفيني يعني عارفيني الدكتور المشهور ده اسما مش عارفونه شكلا فأنا خدت الاسم بتاعه وحطته على الهيادة بتاعتي وقلت أن أنا اسم الدكتور ده وبدأت الناس تيجي تكشف عندنا على أساس أن أنا الدكتور المشهور ده أولا فأنا هنا اتخذت اسم كاذب بل اسم الكاذب هو أن ينسب الجاني لنفسه اسما آخر غير اسم الحقيقي سواء كان التغيير كليا شامل الاسم واللقب يعني ممكن غير الاسم كله أو كان مكسورا على إحدهما دون الآخر يعني ممكن غير الاسم بس أو اللقب بس أو الاسم واللقب أي ما يكون يعني هنا اسمه اسم كاذب عناصر ركن المادي في جريمة المعنوي في جريمة النص طبعا احنا قلنا الركن المعنوي دايما بيبقى فيه علم وإرادة إبقى واحد العلم بالاحتيال أنا علم اللي أنا كده محتل اتنين اتجاه إرادة الجاني إلى سلب صروة المجن عليه كلها أو بعضها هدف كله طبعا من الموضوع أو الإرادة بتاعتي متجهة إلى أن ناخد منك إيه أسلب منك المال بتاعك أخد منك المال إيه بتاعك سواء بقى كله أو بعضه أي ما يكون يعني ومش من حق إنه ناخد منك أي حاجة أصلا لأن ده نصب لأن أنا كده يعني دلست عليك وتحكت عليك فنصبت عليك فمش حق حتى لو مال كتير ولا وليل مش هتفرق بالنسبة لنا أنا كده كده نصبت عليك تمام طيب الشروع في النصب بص بقى أركز عشان إحنا هنفرق النهاردة ما بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة في السرقة حصل شروع الجريمة ممكن تبدأ وما تكتملش النصب برضو أنا ممكن أوهمك بكل الوهم ده وإنت في الآخر ما تدينيش فلوس كمان شوية لما نجي نتكلم عن خيانة الأمانة لا خيانة الأمانة الوحيدة اللي ما فيهش شروع يا في جريمة يا ما فيش جريمة إنما السرقة والنصب ممكن تبدأ الجريمة وما تتمش يعني أنا ممكن أستخدم كل وسائل التدليس تجاهك في جريمة النصب واقعد أوهمك وحول أقنعك وإنت في الآخر ما تكتنعش وما تدينيش الفلوس بس هنا الجريمة بدأت وأنا كتنيت أنها تكتمل يعني أنا بدأت وكتنيت أنها إيه تكتمل الجريمة تبقى مكتملة وفي الآخر إنت ما اقتنعتش أو ما تتنيش الفلوس أو ما جيتش يبقى هنا بدأت الجريمة يبقى هناك شروع في النصب زي ما قلنا برضه في السرعة ممكن أبدأ الجريمة وما تتمش لظروف خارج عن إراضي بس أنا بدأت يبقى شروع أما في جريمة خانة الأمانة هي الوحيدة اللي ما فيهش شروع طيب يبقى الشروع في النصب يتحقق الشروع في النصب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الجريمة باستعمال إحدى الوسائل الاحتيالية قبل المجن عليه ولكنه لم يتمها لأسباب لا دخل لإراضته فيها يعني أنا قلت لك أنا وهمتك وعملت كل حاجة وأقنعتك وفي الآخر إنت ما سلمت ليش الفلوس يبقى الظروف خارج عن إراضتي يبقى أنا كده بدأت في الجريمة يبقى هناك شروع في النصب العقوبة بقى طبعا أقولت لك أي جريمة لها تعريف لها أركان لعقوبة العقوبة بقى بتاع جريمة النصب جريمة النصب تم حبس من 24 ساعة لتلات سنوات يعني من يوم لتلات سنين لو حصل الشروع بدأت الجريمة وتمتش يبقى حبس لايه يزيد عن إيه سنة التالتة في حالة العود قال لك هنحط اللي هو العودة اللي انت رجعت يعني عارف ان انت بقى إيه العودة هنا اللي هو خرقت مسك ورجعت انتكبت الجريمة تاني يعني انت عارف اللي هو العودة بتاعتك اللي هو إيه بعد ما عملت الجريمة وتحبست خرقت ارتكبت الجريمة تاني يعني عارف اللي هو إيه عادي ايه يعني انك حبستني سنة ولا تنين ولا تلاتة ايه يعني انا هنصب تانى. فانت اعتدت على ارتكاب اعتبر الجريمة. فقالك هنا هيكون العقاب بتاعك وضع الجاني تحت مرأبة البوليس سنة على الاقل او سنتين على الاقصد. يعني اعتبر من سنة لايه لسنتين احطك تحت مرأبة ايه البوليس دي في حالة ان انت ايه العودة اللي انت رجعت وارتكبت الجريمة ايه تاني. بعد اما حركت من السجل ارتكبت الجريمة ايه تاني طيب هناخدش بقى على جريمة اسمها جريمة خيانة ايه ايه المنى كده احنا عرفنا النصب ان انا بستخدم وسائل تدليس عشان اقنعك وخليك تسلمني الحاجة في السرقة انت انا باخد منك الحاجة غصبا عنك بدون ارادتك في النصب انا دلست عليك وانت لسلمتني الحاجة في خيانة الامانة بقى بص انا دلست عليك ولا كلمتك ولا حصل بيني وبينك اي حاجة خالص كل اللي فيها انت بتقولي خد انت برضو تسلمي حاجة بقراتك هو من غير اي كلام انا ما تكلمتش معك ولا اي حاجة خالص انت بتقولي خد خل التليفون ده معك امانة او بتديني مبلغ من الاموال بتقولي خد خلت الفلوس دي معك امانة وبعد شهر اخده منك جيت انت بعد شهر بتقول لي هات الفلوس اخدت لك لأ خلي بالك انا لتلطط منك فلوس ولا دلست عليك ولا اي حاجة خالص انت منك نفسك بتقول لي خلي الفلوس دي معك امانة انا خدتها بعد شهر بتقول لي هات الفلوس قلت لك لا ملكش عندي حاجة يبا هنا انا عملتي ايه انا عملتي خنت الامانة بس انا عشان اقول ان انا خنت الامانة هناك طبعا شو لازم نكون كتبين عقد يسمى عقد امانة على فكرة ممكن ان خنت الامانة بس انت تعرفش تثبتها وما لا تثبتها ازاي لما نكون كتبنا عقد بيسمى عقد امانة ده دليل اثبات ان انت بالفعل سلمتلي ايه حاجة يعني انت مثلا لو رحت البنك احطيت وديعة طبيعي بيعمل ايه البنك معك بيكتب بينك وبينه عقد واسط يثبت ان انت بالفعل دفعت ايه فلوس للبنك صح وبتاخد نسخة معك ونسخة للبنك ده دليل اثبات ان انت حطيت وديعة في البنك عشان لما تيجي تطلبها تروح لهم بالواسط تروح لهم والله انا حطي لكم فلوس من سنة انا عايز فلوسي تمام طب لو انت حطيتها بالبق شافة اول كده خد الفلوس دي وديعة واجه اخدها من لكم بعد سنة طب هتيجي بعد سنة وتقول امها الفلوس اللي يثبت ان انت دفعت الفلوس تمام فبال لازم عشان اقول هناك جريمة خيانة الامانة لازم ان يكون الكتب ايه عقد فتعريف جريمة خيانة الامانة فيها ثلاث افعال مهمين جدا هي اختلاص او استعمال او تبديد وعرفك يعني ايه اختلاص ويعني استعمال ويعني ايه تبديد مال منقول مملوك للغير برضو قالك مال يعني شيء يقدر بمال منقول وليس ايه عقار ولازم طبعا يكون ايه مملوك للغير سلمة الى الجاني بناء على عقد من عقود الايه الامانة وذلك اضرارا بصلك بناء على عقد بناء على عقد يعني لازم ان يكون هناك عقد اسمه عقد امانة وذلك اضرارا بما لكم مع توفر القصد الايه الجنائي يبقى التعريف بتاعنا مهم جدا تقول اختلاص او استعمال دي الافعال اللي هتحصل يبقى ده الركن المادي يعني لو جيت قلت لك الركن المادي ايه الفعال هتقول لي فيه اختلاص او استعمال او تبديد يبقى مال منقول برضو ملكي للغير سلمة للجاني اتسلمت ازاي قالك عن طريق عقد امانة يبقى انا سلمت لك المال ده بناء على ايه عقد بقى عشان اقدر ازبط ان هناك خيانة امانة يبقى لازم ان يكونك كتب بيني وبينك ايه عقد اسمه عقد امانة العقود طبعا نذكرها لانهما خمس عقود مهمين جدا لازم اكون كتب اي عقد من الخمسة دول يبقى كده دي اسمها خيانة ايه الامانة طيب خلي بالك لاحزت حاجة في خيانة الامانة خيانة الامانة انت اللي مسلمني الحاجة منك نفسك يعني انت مثلا روح تحطيت فلوس في البنك انت اللي رايح بالأوالبنك قالك هات الفلوس لا انت اللي روح تديته الفلوس بنفسك ماشي جت بعد السنة بتقول البنك هات الفلوس قالك ملكش فلوس يبقى كده البنك يعتبر خان الامانة صح طب ايه اللي يثبت العقد اللي انت كنت كاتبه بينك وبين البنك اللي هو يسمى ساعتها عقد الوديع طيب اركان جريمة خانت الامانة بقى عندي اربع اركان مهمين جدا يبقى خلي بالك النصب كان فيها ركنين مادة ومعنوية السرقة كان فيها تلاتة مادة ومعنوية ومحل جريمة الاركام دقى بتاع جريمة خانت الامانة اربع اركان واحد فيه ركن مادي وفيه ركن معنوي وفيه محل جريمة وفيه الادرار بالمالك يبقى كده نقولهم الاربعة واحد الركن المادي اللي هو يتخذ صورة اختلاص او استعمال او تبديد المال محل الجريمة اتنين محل الجريمة هو المال المنقول المملوك للغير والمسلم الى الجانب ونان على عقد امانة تلاتة ان يكون ذلك اضرارا بالمجن عليه مالك الشيء ما طبيعي طبعا لما اخد منك الحاجة وما راجعاش ليك اما انت اندريت اربعة الركن المعنوي اللي هو يتخذ صورة القصد الجنائي اللي انا عارف ان كده خانت الامانة ومع ذلك ايه هعملها كلمة اختلاص اصلا هنا احنا قلتلك ان انا عندي تلات افعال في جريمة الخيانة الامانة هي بتبدأ بكلمة اختلاص او استعمال او تبديد يعني ايه بقى اختلاص اختلاص هو كل فعل يعبر به الجاني عن اضافة الشيء الى ملقه دون ان يخرج من حياسته مثال ذلك من يؤتمر على قطعة قماش بيصنع منها بدلا نفسه بص بقى ازاي ايه اللي اختلاص في خيانة الامانة انا ديتك كطعة قماش بتلك خلي القماشة دي معك امانة بس سواء هكتب بيني وبينك عقد ان انا سلمتك كطعة قماش يوم اتنين تلاتة ببص لقيتك ايه مفصل بدلا بنفس القماشة اللي انا بديهلك بالزبط عرفت بعد كده ان انت عملت ايه القماشة اللي انا ديتهلك امانة انت فصلت منها بدلا او عملت منها اميس يب انت كده هل عندك النية اللي انت ترضاه لا يب انت كده عملت ايه خنتidalامة مسمcca عن طريق الاختلاص هل見て يعني انا كده حتى قم يد لقيتك ام يب انت زمنها ديتهلك ترجع لي بالزبط انت كده ترجع لي حاجات فصلت بنا مش عايزها بدلا ولا عايزها اما كنت عايز كطعة لمية زمنها يب انت هناหادت ايه خنت الامانة صح؟ يبقى خنت الامانة يبقى هنا حصل حاجة اسمها اختلاص اتنين التبديد يعني كلمة التبديد بقى وفقا لجريمة خانة الأمانة قالك هو كل فعلي يكون بيه الجاني ويمطوي على تصرف في شيء تصرفا من شانه إخراج الشيء من حياسته باعتباره مالكا له مثال ذلك أن يكون الشيء موضوع عقد الأمانة قطعة ماشي فتصرف فيها الجاني بالبيع كلمة التبديد ده معنى صح أنا هتصرف في شيء أنا هبيعه أنا أديدك قطعة ماشي أمانة يومين تلاتة كده ببص مع واحد تاني قريبك أو زميلك فبقول له ايه ده انت جايب كتا اذا ماش ده انا بيش هبع عليها. انت جايبها منين. فوراح جاي اللي ده انا لسه شارعها من يومين من كزا. اللي انا بيع علي. يعني انا بيع عليك انت. وفجأة انا مش بيع عليك. انا بديه لك امانة. وفجأة لاتك خدتها من هنا. وبيعتها الواحد تاني. يبقى هنا حصل تبديد. انا بديه لك امانة. تبيحها الواحد تاني. تبقى انت كده مش ترجعها لي. يبقى انت كده خنت الايه? الامانة. يبقى هنا اسمه ايه تبديد. يبقى كده خدنا اختلاص. خدت الحاجة غيرتها. خدت القماشة غيرت خالص. اي ان هي كتكتعت وماشي خليتها حاجة تانية خالص. خليتها بدلة. وانا مش عايزة بدلة. التانية اللي هو التبديد انا اديتك الحاجة امانة وانت تاني يوم لتك بعتها. يبقى بس متبديد. هنا برض حصل خيانة الامانة. لان كده ما عندكش نير الرد. رد ايه ده انت بعتها خلاص. التالتة بقى الاستعمال. اللي هو الاستعمال الذي يعتبر بمثابة اعتداء على الملكية. مثال ذلك. ان يسلم مؤلف اصل مؤلفه. الى نشر. ليتولى طبع عدد من النسخ. انا اه يعني مؤلفت كتاب وديته الواحد. هينسخلي منه كزا نسخة عشان نبيعه. فيطبع سرا عدد اكبر من العدد المطلوب. يعني اطلبت منه مية نسخة. هو رح جاعمل ميتين. طبعا هيسلمني مية. والمية التانيين هو ايه? اللي يبيحهم. اكبر عدد من العدد المتفق عليه. ويستولى على تمن الفرق بين الايه? النسخ. يعني انا نتفق معايا على اه مية نسخة. هو رح جايتها بيحهم ايه? متين. اداني المية. وباع هو المية التانيين. يبقى هدفه كله ان هو هنا خلال امانة. يعني مدوم لك امانة مش من حقك طالما اللي مؤلف كتاب ده مش من حقك ان انت اطلع نسخ ليك انت شخصيا. لان دي حكتي انا وانا اللي مؤلفها. زي برضو لو اديتك كترة قماش برضو ممكن ندي مسالة على كترة قماش. لو اديتك مستخدمة. عارف مسلا مدالك امانة وفاجأ لاتك عاملها تاندة للمحل بتاعك. اللي هو بتضلل عليك من الشمس. طب ما كده مش هترجع علي. واحد اقول لي لا تا ما ممكن ترجع لها ما هكون دابت مسلا من الشمس فانت كده هترجع علي. مش بنفس القيمة بتاعتها. صح كده? يبقى حصل منك ايه? استعمال. يبقى دول التلات افعال في الركن المادي اللي هو الاختلاص والاستعمال والتبديد. التلات افعال دول مهمين جدا بتعرفاتهم. طيب. تعال بقى المحل الجريمة. شروط المال محل الجريمة تخانت الامانة عن تلات شروط مؤمن جدا. المال محل الجريمة. لازم ان يكون مال منقول وليس عقار. ان يكون مملوك لغير الجاني. يعني طبعا ما يكونش ملكي. انا اللي هارتكب الجريمة انا اللي اخوني الامانة. بل في احد هيخوني الامانة في ماله في حاكته? لا طبعا. يبقى لازم ان يكون ملكي لغير. تلاتة أن يكون التسيم بنانا على عقد أمانة أهم حاجة هنا لازم أكون سلمتك الحاجة بنانا على عقد أمانة منع عشان أثبت أنه في جريمة يكون لازم أن يكون وحلو عندي خمس أنواع من عقد الأمانة عقد الوديعة عقد الابار عقد عارية الاستعمال عقد الرهن الحيازي وعقد الوكالة خمس انواع من العقود طبعا انا اعرفهم بتعريفاتهم دلوقتي بس عندك خمس انواع من العقود اسمها عقود ايه امانة العقود دي مهمة جدا انا عشان اسلمك الحاجة وانت ما ترجعش ليه وقول ان انت خلت الامانة لازم اكون كتبت بيني وبينك اي عقد من الخمسة دولة تعال انفهمهم قبل ما نقول التعريفات بتاعتهم اولا الوديعة وديعة زي ايه انا رحت البنك احطيت وديعة في البنك سلمت وديعة طبيعي البنك هيعمل ايه هيكتب بيني وبينه عقد خدت العقد جيب بعد السنة بقول له ما عايز الفلوس بتاعتي ومعايا ما يثبت اللي ولا عقد البنك اللي ملكش فلوس يبقى كده البنك تخاني الامانة اثبتها منهل بعقد الوديعة اللي معايا اتنين عقد مثلا الايجار انت اجرت مني عربية لمدة شهر المفروض بعد انتهي الشهر هتتفعل الفلوس هات فلوس الايجار بتاع العربية قلتلي لا ملكش عندي حاجة طب ايه اللي يثبت انت خونت الامانة العقد اللي مكتوب بيني وبينك اللي هو عاد الايجار عارية الاستعمال بص عارية الاستعمال ده قريب او من الايجار بس فيه اختلاف مهم جدا ما بينهم في الايجار بنسميه زي ما قلناه في الكرون المدني عقد معاوضة يعني ايه عقد معاوضة يعني الترفين بيستفيدوا المؤجر والمستأجر دوت هياخد العربية انتفع بيها وده هياخد الاجرى مقابل العربية فكده اسمه عقد معاوضة للترفين استفادوا اما في عقد عارية الاستعمال انت هتستعير من كتاب هتقرأ وهتخلصه وهترجعه بدون مقابل يبا انت هتاخد كتاب هتستفيد بيه انا ما استفدتش يبا هنا مش عقد معاوضة عشان كده احنا اخدناه في القانون المدني ان عقد عارية الاستعمال ليس عقد ايه معاوضة طرف بيه يستفيد والتاني لا اما في الايجار الطرفين ايه بيستفيدوا المؤجر والمستأجر بيستفيدوا اما في عارية الاستعمال لا واحد بيستفيد والتاني لا انا هديك الكتاب انت تقرأه وهترجعه تاني فانت اكيد استفدت انا ما فيش اي يعني ما فيش عائد هيعود لي المهم كتبت بيني وبينك عقد يسمى عارية الاستعمال بعد مدة هقول لك هتكتاب قلتيني ملكش عندي حاجة يبا انت كده برضو خلط الامانة اثبتها ازاي فان انا العقد عارية الاستعمال التالتة في عقد الرهن الحيازي رهن الحيازي يعني انا هرهن لك التليفون بتاعي بس حيازي يعني هسلمولك خليه تحت ايدك انت انا عليا مسلا لك مبلغ فانت قلتلي انا مش ضمنك ان انت هتديني الفلوس قلتلك بس انا هرهن لك العربية بتاعتي خلي العربية عندك رهن الحيازي تحت ايدك هاي لو انا ما سدتلكش فلوس في خلال سنة العربية تحت ايدك انت كده متطمن لفلوسك ما تسلمنيش العربية المم اللي انا سددت الفلوس اللي عليا وجاي بقولك بقى هات عربيتي قلتلي ملكش عندي حاجة يبا انت برضو خلط الامانة اثبتها ازاي بنانا على عقد الرهن الايه الحيازي عقد الوكالة في وكيل وفي موكل زي ما اتكلمنا عنها في الصف التاني لما اتكلمت عنها في السنة تانية في القانون التجاري قلتلك فعاد الوكالة انت وكيل عني انت الوكيل وانا الموكل انا وكلتك ان انت تروح تبيع لي العربية بتاعتي انا مش فاضي فعملتلك عاد الوكالة تروح تبيع للعربية وجيب لي فلوسك بعد انت بيعت العربية بقولك هات الفلوس قلتلي ملكش عندي حاجة اللي يثبت ان انت خلط الامانة عقد الوكالة اللي مكتوب بنوئي وبنك يبا كده كمعاء خمس انواع من عقود انا عشان اقوله انه لك خيانة الامانة لازم نكون كدبت اي عقد من الين من الخمسة دور تعالا بقى نعرفهم ادى انواع عقود الامانة الوديعة الاجارة عارية الاستعمال الرهن الحيازي الوكالة اولا الوديعة زي ما احنا بقى قلنا بس هنقول تعريفه بقى هو عقد يلتزم بمقتضاء شخص بان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرد ايه عينا ده الوديعة اتنين شو طبعا وجود الوديعة بضو مهم ان يكون الشيء قد سلمه الى الموديع لديه بقصد حرزه طبعا انا مش بيقولك ان انتا تتملأكه ده انا بيقولك ايه تحفظه وترجعولي يعني انا بديك الفلوس تخلىها عندك امانة وبعدكها ترجعها لي اتنين ان يكون الاتفاق قد تم بين الطرفين على ان يرد الموديع لديه الشيء بعينه بص بقى انا مسلمك عربية هترجع لي نفس العربية مش ترجع لي مكانها فلوس يعني انا بديك مثلا العربية وديعة نفترض يعني خلتلك العربية عندك وديعة تحفظها لي تحافظت عليها الطبيعي ان انت هترجع لي نفس العربية يعني انا هتفق معاك انا في سلمك العربية هترجع لي هي هي العربية مش تجيب العربية غيرها ومش تديني مقابل لها انا لا عايز مقابل لها ولا عايز عربية غيرها انا عايزك ترجع لي نفس العربية فانت لو رجعتني شيء اخر غير العربية مقابل بقى او عربية اخرى يبقى انت برضو خمتل ايه الامانة بنانا على عقد الوديع اتني التلاتة اللي هي الاجارة اللي هو عقد الاجار او ده رقم اتنين هو عقد يلتزم بالمقتضاء المؤجن بان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر ايه معلوم وطبعا اللي احنا عرفناه قبل كده في القانون المدني اللي هو تعريف عقد الاجار انه هو هناك شخصين شخص مؤجر وشخص مستأجر المستأجر هياخد شيء هينتفع بيه مدة معينة لقاء اجر ايه معلوم خلي بالك برضو احنا في عقد الاجار لما تكلمنا عنه في القانون المدني قلتلك ان المقابل بتاع الشيء المؤجر مش لازما يكون مبلغ من الاموال اه اشترطنا في عقد البيع ان لازما يكون المقابل مبلغ او ثمن نجدي يعني النقود اما في عقد الاجار مش شرط يكون المقابل نقود ممكن يكون المقابل اي شيء اخر يقدر بالفلوس يعني ممكن مسلا اجر لك عربية مقابل موبايل مفيش مشكلة ممكن يجبه برضو مقابل فلوس برضو مفيش مشكلة واي شيء اخر مفيش مشكلة عكس لما جينا اتكلمنا على عقد البيع قلتلك انا بيعتلك عربية لازما يكون المقابل فلوس ثمن نجدي وليس شيء اخر يعني مفيش مسلا بيع لك عربية مقابل شقة ده مش عادي بيع ده عقد مقايدة اللي هو التبادل بين شخصين انا هديك حاجة وانت هديني حاجة ايه اصادها لا ده مش عقد بيع عقد بيع يبقى لازما يكون المقابل فلوس عقد ايجار ممكن يكون المقابل شيء اخر غير الايه الفلوس ده الفرق بين الايجار والايه والبيع وطبعا في القانون المدين احنا اتكلمنا عن الموضوع ده طيب في بعد كده عقد عارية الايه الاستعمال اللي هي عقد يلتزم بمقتضاء المعير بأن يسلم المستعير طبعا عند الشخصين اللي هو المعير والمستعير المعير اللي هو صاحب الشيء والمستعير اللي هياخد الشيء انت فبيه شيئا غير قابل للاستهلاك بس خلي بالك انا هديك حاجة زي ماها الاجار وعارية الاستعمال لازما يكون حاجة غير قابلة للاستهلاك ليستعمله بالعود برضو يعني ايه كلمة غير قابلة لاستهلاك ما انا مثلا مش هتستعين مني اكل مش هتستعين مني مثلا بنزين يعني والحاجات دي هترجع تاني يعني في الإيجار قلت لك أهم حاجة في الإيجار أو في عارية الاستعمال شيء غير قابل للاستهلك آه أنا ممكن أجرلك عربية هي العربية هترجع صح أجرلك شقة مثلا في العقرة أجرلك شقة آه هترجع هي الشقة مش تستهلك يعني مش هتتاكل منها حتى إنما أي شيء آخر أي شيء آخر طبعا ما ينفعش يعني ما ينفعش مثلا الغذاء أكل الكلام ده كله طيب ده كده كان عارية الاستعمال الرهن الحيازي هو العقل الذي يلتزم بمقتضاه شخص ضمانا لدين عليه بأن يسلم للدائن شيئا يترتب عليه للدائن حقا عيناني وخوله حبس الشيء لحين استفاء الدين زي ما قلت لك أنا بسلمك العربية رهن الحيازي تحت إيدك لغاية أن بسلم الدين اللي إيه اللي عليه الوكالة هي عقل يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يكون بعمل قانوني لحساب الإيه الموكل سلمتك الحاجة إن إنت كتبت عقد بينه بينك إن إنت بيعلي حاجة أو تتصرفلي في حاجة لقاء إيه أجري معلوم طبعا إنت بعتلي الحاجة وما سلمتليش الفلوس بتاعتها وإنت كده يبخونت الأمانة أثبتها إزاي بقول أنا على عقد الإيه الوكالة ده كده اللي هم العقود بتاعتنا المهمة جدا في خيانة الأمانة خلي بقى لك خيانة الأمانة يتم يا ما تتمش إنها ما فيش حاجة اسمها شروع في خيانة الأمانة في السرقة أو في النصب قلنا فيه إيه شروع السرقة أو النصب فيه شروع أما خيانة الأمانة ما فيهاش إيه شروع يا جريمة تمت يعني أنا سلمتك حاجة رجعتها لي يبقى فيش جريمة ما رجعتاش لي يبقى فيه جريمة إنها فيش حاجة اسمها بين البنين اللي هو بدأته مكتملش لا هي تم يا ما تتمش كده أنا كلمتك في الحلقة بتاعتنا عن جريمة النصب وكلمتك عن جريمة خيانة الأمانة وفي الحلقة السابقة كلمنا عن السرقة والتلاتة مهمين جدا وحاولت بقدر إمكان اللي أنا فرق لك ما بينهم وبكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وللي كان آخر فيه حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته